يختتم معرض الكويت الدولي للكتاب فعاليات الدورة الثانية والأربعين اليوم السبت والتي بدأت في الخامس عشر من نوفمبر الجاري بمشاركة أربعمائة واثنين وثمانين دار نشر عربية وأجنبية تمثل ثلاثين دولة منها سبعة عشر بلدا عربيا وثلاثة عشر بلدا أجنبيا وحفل المعرض هذا العام ببرنامج ثقافي متنوع مواكب للحركة الأدبية والثقافية في الكويت تضمن محاضرات وورشات عمل وأمسيات فكرية وعروض مرئية ويبرز معرض الكويت الدولي للكتاب دورة ثقافي للكويت باعتباره فرصة يلتقي من خلالها المسؤولون عن شأن الثقافي وصناع الكتاب والأدباء والمثقفون